عايزة أبدأ معيك كده ونرجع لورا أربعة سنين لو تفتكر أول لقاء بنا كان على المداح الجزء الأولين كنتم متوقع أنه يعدي كده كذا سنة وتعمل ما شاء الله بدل الجزء أربعة وكلهم يكسروا الدنيا كده؟ يعني التوقعات أنا ما عنديش طول عمري ما عنديش حاجة سمانة أتوقع أن حاجة تنجح أو تفشل بعض الشر يعني لكن البداية كانت أنا عندي مؤمن بالمداح ده من زمان من سنين من قبل من بعد حلم العمر يعني ده من سنين من بداية اللي أنا نفسها عامل مسلسل وكان أول مسلسل في حياتي بس كانتش الناس موافقة مش عايزة عيد نفس الإجابة اللي أنا قلتلك عليها قبل كده بس إحنا لما حصل المداح الجزء الأولين لما نزل ما كناش بنفكر نعمل جزء تاني خالص قلنا نعمل فقفلة كده وارد يبقى فيه جزء تاني فلما بدأنا بالجزء التاني أسطورة الوادي ففكرنا طب إحنا ليه ما نعملش أسطير تبقى أسطورة 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 يعني تبقى أفكار وتبقى إحنا بنعمل حاجة فيها حاجات من الواقع وفيها في نفس الوقت حاجات مختلفة أكنا ألف ليلى وليلة يعني وده شعور الناس دلوقتي بالزبط والحمد لله ده وصل بس الحمد لله كتوقعات لا لكن كاجتهاد وتعب وبعرف بعد ما بنشأ بجد الواحد بيبقى متأكد أن ربنا هكرب طبعا ونعمة باللبس ده اللي أنا كنت أسألك عليه إيه المقاومات اللي بتبقى قدامك في الورق بتخليك تقول هعمل جزء كمين الفكرة نمرة واحد أحداث الكتيرة يعني إحنا جزء رابع إحنا ما كناش خلاص موافقين وخلاص وكنت مزبط فكرة تانية خالص وقعدت مع الأستاذ صديق الصباح وفكرنا فكرة تمام وقلنا خلاص الحمد لله كده نمدح جزء الثالث ففجأة لقينا القرارات بتتغير ولقيت فكرة طلعت مع الأستاذ أحمد سمير المخرج اللي تعب معنا وشيق في الأجزاء كلها يعني بشكره وعلى تعبه ومجهوده وتركيزه معنا وطبعا المؤلف الأستاذ أمين جمال ووليدة أبو المجد والأستاذ شريف يسري وعايز أقول الأستاذ شريف واليدة معشان بيتدايب أقول له كلهم أساد زوارش معنا يا أستاذ وليد فلما لقينا الفكرة يعني قلنا لو هنعمل جزء رابع عايزين نشوف إيه الحاجات اللي كانت ضعيفة معنا في الأجزاء اللي فاتت ممكن كانت فوقتها مش ضعيفة بس لو قررناه هيبقى صعبة وخلاص بيمشي مع عشتان طول الوقت وفي الآخر ما احنا بنشوف برضا قراءة الناس فالناس تقول لك كان ممكن تخلص عليه من الحلقة الثالثة يعني في حاجات فقولنا لأ نعمل المرة دي أحداثي بقى كل أسبوع فيه بطل وعايشين معا الحدث زائد البطل الأساسي معنا الأستاذ فاتح عبدالوهاب دور سميع دور سميع اللي هو اللي ماسك معنا الليلة وبشكره طبعا أنه هو الراجل يعني تعب وشيء معنا ودخل بقلبه في المسلسل أو الله العظيم وضف لنا إضافة كبيرة أوه بصراحة موسيقى